اشتركوا في القناة من تشرين الثاني الحالي ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات الدور الحاسم الاسيوي والمؤهل الى منديال البرازيل 2014 وسيجري المنتخب تدريبه الاخير في الساعة السادسة من مساء اليوم على ملعب المحرق اضاع امس منتخب الشباب لكرة القدم الفوز بعدما سجل الاوزباكي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء الذي اقيم على استاد الامارات بهدفين لهدفين لقاء الجولة الثانية من حساب المجموعة الثالثة في نهايات اسيا شهد افضلية اردنية مطلقة وسجالا بين المنتخبين وبعدما تقدم المنتخب مرتين عاد الاوزباكي وسجل التعادل ورفع المنتخب رصيده الى نقطتين من تعادلين بانتظار اللقاء الاخير مع فيتنام عند الثامنة مساء غد على ملعب الفجرة اعتمد اتحاد كرة القدم وفد المنتخب الوطني لفئة تحت 22 عاما والتي سوف تغادرنا الى سلطنة عمان يوم الاحد المقبل وذلك للقاء منتخب سلطنة عمان في مباراة دولية ودية تقام يوم الاثنين المقبل على استاد سيب الرياضي واشار المدير الفني للمنتخب اسلام الذيابات الى اهمية المباراة باعتبارها ستتيح الفرصة لتجربة عدد من اللاعبين والوقوف على الجاهزية الفنية لهم وخاصة الذين لم يشاركوا في التصفيات الاسيوية التي كانت قيمة في نيبال والتي تأهل من خلالها الاردن كاول لمجموعته الى نهائيات البطولة التي ستقام مطلع عام 2014 في سلطنة عمان يلتقي منتخب الناشئات لكرة القدم مع نظيره الفلسطيني على استاد البترة بمدينة الحسين للشباب في افتتاح التصفيات الاسيوية التي يستضيفها الاردن بمشاركة البحرين ويعني فوز المنتخب قطع نصف الطريق نحو النهائيات في ظل نظام التصفيات الذي يقضي بتأهل صاحبي المركزين الاول والثاني في هذه المجموعة علما ان المنتخب سيخوض مباراة الثانية والاخيرة امام البحرين يوم الاحد فيما يلتقي المنتخبين الشقيقين بعد غد الجمعة يستضيف اتحاد كرة القدم خلال الفترة من الحادي عشر وحتى السابع عشر من الشهر الجاري وللعام الرابع على التوالي مهرجان النرويج النساء السنوي للشرق الاوسط والذي ينظمه الاتحاد النرويجي للكرة القدم المهرجان تشارك به منتخبات الناشئات من سن 14 عاما وحتى 16 عاما من كل من الاردن ولبنان والعراق والنرويج فيما اعتذر منتخباء فلسطين وسوريا عن المشاركة ويهدف المهرجان الى تنمية قدرات الفتيات وتشجيعهن على ممارسة كرة القدم وتحسين مهارتهن الفردية من خلال الانخراط بمباريات ودية وتدريبات مكثفة كما ويعتبر المهرجان جزء من مشروع الاتحاد النرويجي لمنطقة الشرق الاوسط بالتعاون مع اتحادات المنطقة قدم المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة السلم مراد بركات استقالته لمجلس ادارة الاتحاد وبحسب أمين سر الاتحاد ابراهيم الشعراوي فقد تمت الموافقة المبدئية على استقالة المدرب بانتظار اتخاذ قرار رسمي في جلسة الاتحاد المقبلة وبين الشعراوي ان المدرب بركات يرتبط مع اتحاد اللعبة في عقد حتى نهاية العام الحالي الا ان المدرب تقدم باستقالته بهدف الاشراف على تدريبات فريق انيبال اللبناني وظهر بركات مع فريقه الجديد من منافسات الدور اللبناني وخسر مواجهته امام عمشيت بدأت في صالة الامير راشد لرياضات الدفاع لرياضات الدفاع عن النفس عملية التسجيل والتوزين وقرأة بطولة نهر الاردن السادسة للتايكواندو التي ينظمها مركزاء ابطال السويلح والعاصف بالتعاون مع اتحاد اللعبة على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين في صالة الامير فيصل بلقويسما وستشهد البطولة مشاركة عربية تتمثل بدول ليبيا وفلسطين والامارات وسوريا والعراق وجنوب السودان الى جانب عدد من المراكز الاردنية وقسمت الفئات المشاركة بالبطولة على ثلاثة اقسام تحت 14 عاما وبين 14 عاما و17 عاما وفئات الرجال بدأ منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم الفحص البيطري للخيول المشاركة في بطولة عمان الدولية الثالثة لفروسية القفز عن الحواجز الجولة الخامسة من مصابقة الدور العربي المؤهلة لكأس العالم المصابقة التي تفتتح منافساتها رسميا الساعة التاسعة من صباح يوم غد برعاية سمو الاميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي للفروسية ستحظى بمشاركة 130 فارسا يمثلون سبع دول عربية هي قطر وسوريا ولبنان والعراق ومصر والسودان بالإضافة إلى الأردن وفرنسا ترجمة نانسي قنقر أوشكت بطولة الأردن للراليات على النهاية حيث يقام الرالي الوطني الخامس والأخير على جدول البطولة بعد غد الجمعة برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين وقد انتهت أمس الثلاثاء المهلة القانونية للتسجيل للرالي الذي يقام في نادي السيارات الملكي حيث سجل للمشاركة تسعة سائقين وانتظر أن يكون التنافس محتدما بين علاء رشيد وتصدر البطولة باثنتين وثمانين نقطة ونصف النقطة ومازن تنطش صاحب المركز الثاني برصيد خمس وسبعين نقطة موسيقى يستضيف اتحاد كرة اليد خلال الفترة من العشرين وحتى الثامن والعشرين الجاري دورة دراسات الحكام للقارة الأسيوية ومن المنتظر أن يشارك بها من الأردن أربعة أطقم تحكيمية للحصول على الدرجة القارية إلى جانب مشاركة عدد من حكام الدول الأسيوية ويواصل اتحاد كرة اليد التحضيرات اللازمة لإنجاح هذه الدورة حيث سبق له أن استضاف دورة مماثلة ولاقت مشاركة واسعة من حكام دول آسيا إلى هنا وصلنا إلى نهاية time out دمتم برعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر